سائل كريم بيقول هل أو هو عدم المبيد بمنى لرمي الجمرات والاكتفاء بالمرور عليها عند الرمي بسبب سوء المكان وازدحامه لدرجة تعرض حياة الحاج للخطر ده بيبطل به حجته أو أنه بيخليه أو بيلزم عليه الدم هو اتفق الفقهاء أخي السائل على مشروعية المبيد بمنى لكن الفقهاء اختلفوا في حكمه يعني هل حكمه أو هو مشروع على جهة الوجوب أنه يجب أنك تبات اختلفوا في ده واللي شاف أنه يجب فبيلزم من تخلف عنه دم أو أنه على المبيد في منى الرأي التاني قالك ده اعتبر أنه المبيد فيها سنة فبالتالي لا يلزمه شيء لأنه ذهب المالكية في مذهبهم والشافعية في معتمدهم وكمان الإمام أحمد في إحدى روايتين إلى أنه المبيد بمنى واجب وأن تركه يوجب دمه يبقى الفريق ده شايف أنه المبيد في منى يجب طيب شيء واجب وأنا ما عملتوش يبقى لابد أن يجبر بالدم على من رأى وجوبه بينما ذهب الحنفية وبعض الفقهاء المالكية والإمام الشافعي في إحدى القولين والإمام أحمد في رواية تانية إلى أنه ترك المبيد بمنى شايفين أنه ترك المبيد بمنى لا يوجب الدم استقلالا ليه؟ لأنه هم شايفين أن المبيد بمنى إنما هو في أصل تشريع يعني هو شرع لأجل انتظار نسك الرمي لذلك عده السادة الحنفية عدوا المبيد في منى سنة لا واجب وبيستدل على أصل الرخصة دي في ترك المبيد في منى ما جاء فيه الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال استأذن العباس بن عبد المطالب رضي الله عن استأذن سيدنا رسول العيسى والسلام إنه يبيد بمكة ليالي مينة من أجل ثقايته فأدن له النبي عيسى والسلام يعني هو استأذن إنه مش حيبات في مينة وحيبات في مكة لأجل السقاية معنى السقاية إنه كان بيقوم أو عليه من واجباته إنه هو بيقوم بسقاية الحجيج لإنهم كانوا يستسقون الماء من زمزم فده هيحتاج من العباس إنه يترك المبيد بمنى ويعود فين؟ ويعود في مكة عشان يجيب مية زمزم ويقدر يسئي الحجاج وبناء على ذلك فإن المبيد بمنى مشروع في حال الساعة وتوفر المكان المخصص لمبيد الحجاج إذا نسب ذلك حال الحاج وقدرته واستطاعته وإن ترك الحاج المبيد بمنى لعذر راجع مثلا ممكن يكون بسبب مريض أو مرض مشقة بسبب يعني عذر المرض أو عذر المشقة رخص له بترك بلا فدية وما فيش حرج عليه أما إذا عجز عن المبيد بها لعذر راجع إلى محل التكليف يعني مثلا أعلنت السلطات هناك أو الجهات التنظيمية الرسمية هناك في وقت ما يعني إنه شغل الحجاج كل أماكن المبيد بمنى وما بقاش في وجود مكان بها يمكن لغيرهم المبيد فيه هيعمل تكدس جامد جدا وإحنا المفترض إن إحنا نلتزم بالقوانين المنظمة اللي بتحفظ سلامة الحجاج عشان ما تكترش الأعداد زيادة وتأدي إلى مشاكل في الحالة دي التكليف بالمبيد في منى بيسقط فيه حقي ولا يكون مخاطب من به إذ التكليف بالشيء زي ما هي المعلوم ومعروف التكليف وبالشيء معلقه على استطاعة القيام به طيب طيب اللي ترك المبيد بمنى على من ترك المبيد بمنى إنه يقدر يقلد أو ياخد برأي من رأى إن الكون المبيد بمنى سنة وليس واجبا يقدر ياخد بالرأي ده لإن أصل المسألة الخلافية بين الفقاء المبيد بمنى أمر مشروع لكن حكمه فيه خلاف بين السادة الفقاء منهم من رأى وجوبه ومنهم من رأى أنه سنة طيب أنا أقدر أختار أي رأي من دول نعم أقدر أختار لأنه المقرر في أصول الفقه إنه لا إنكار في مسائل الخلاف وإنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فيقلد من أجز يعني ابتليا إيه بشيء يعني كان أصابوا يعني إنه مثلا وجد إن فيه مشقة في المبيد بمنى مرض ذلك الحاج فلم يستطع المبيد بمنى فقلد مثلا رأي السادة الأحناف اللي قالوا إنه الأمر مبنى على السنة لإنه أصل التشريع بالمبيد هو الاستعداد بالرمي هما شافوا إنه المروح لمنى ليه للرمي لذلك رأوا إنه حققت الرمي هو ده الأساس فشافوا إن المبيد هناك سنة طب أنا ابتليت بحاجة من دي يعني مش هقدر لأي عزر أو شيء أصبني أو أو وقلد في هذا الحال من أجز إن أنا مبتش وحتكون العبادة صحيحة ونسأل الله دوام القبول